موسيقى بداية تعزيزا لتبادل الاقتصاد والتجاري في القارة السمراء تشارك الجزائر ضيف شرف في النسخة الاربعين لمعرض الخرطوم الدولي بالسودان التي افتتحت امس وتدوم حتى نهاية الشهر الجارية التظاهرة الاقتصادية تعرف مشاركة وفد جزائري يتكون من أربعين عارضا يمثلون شركات عمومية وخاصة ويشكل المعرض منبرا أقول المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين ويعد ركيزة اقتصادية أساسية ومهمة في توسيع شبكة العلاقات التجارية والترويج لمنتجات وخدمات الدول المشاركة وفتح منافذ تسويقية جديدة وصلت شركة سونتراك بحر هذا الأسبوع تنفيذ برنامج الاستثمار على مستوى بعض الولايات الداخلية وذلك في إطار تنفيذ استراتيجيتها في ربط المناطق المعزولة بشبكة الكهرباء والطاقة الشمسية هذا وقامت الشركة بإمضاء اتفاقية تمويل بطاقة الشمسية مع السلطات المحلية بكل من ولايتي تيارة واع دفلة ترشيد استعمال الأسمد الفلاحية وتقنين عملية استرادها وبيعها محور يوم دراسي نظمته اليوم غرفة الفلاحة لولاية الجزائر بمشاركة مختصين في قطاع الفلاحة والتجارة يقول يوسف طافر اليوم الدراسي حول الأسمدة جمع أهل الاختصاص والفلاحين كان لدراسة تلاؤم الأسمدة مع أنواع التربة في الجزائر ومواجهة غلاء الأصغار في السوق الدولية وتموقع مؤسسات وشركات إنتاج الأسمدة الجزائرية للقضاء على سماصرة والحفاظ على سعر مرجعي لكل أنواع الأسمدة الدولة رأي تمد دعم بصحة كالمرات ما يوصلش لموالية من هذا الباب إحنا واش نختار حوانا كمهاني هذا رأي التاعي كمهاني وإن لازم نتعامل الأسمدة بالدعم هذا نتعاملو كميرا نتعاملو إشكارات الحليب ونحن نحو هذو الناس اللي رام يبزنسوا في الأسميدات السماصرة نحوهم ويعني والفلاح يضي حقهم اليوم تحسين مهم جدا أولا لطريقة الاستعمال احنا باش ما نبدروش هذو المادة اللي رايغة ليضوك على مستوى العالم وما نخليوش الأخرى دعو عنا لما حصلت عنا يكون نقصين في هذو المادة كنا نستور دون الأسميدة اليوريا من روسيا معنا للأدوان والنقل في الباخيرة ومسافة بعيدة يستقاملنا سلف أبعاف من السعر الحقيقي اللي كان يوصل في الله حنا ماذا بنا نتجو هنا بسعري خافض وكمية تكون متوفرة في كل وقت هي الاستراتيجية الشاملة من أجل ضمان أمن غذائي حقيقي يبدأ من رغبة فلاح وخصوبة أرض وجودة سماد في موضوع آخر ارتفعت مطالب المواطنين بلبنان داعي إلى ضرورة الإفراج عن الودائع المالية المحتجزة في البنوك منذ بداية الأزمة المالية والاقتصادية بلبنان قبل نحو ثلاث سنوات جاء ذلك على خلفية تعثر برامج الإصلاح المالي والاقتصادي بالبلاد ما أدى إلى وصول سعر صرف الدولار في السوق غير الرسمية إلى 56400 ليرة للدولار الواحد ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية ومالية حادة صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية بلغ الاقتراض الحكومي ديسمبر الماضي لمستوى غير مسبوقة لم تشهده منذ ثلاثين عاما وأشارت البيانات إلى أن الإنفاق الحكومي الشهر الماضي تجاوز الإرادات بمقدار 27 مليار جنيه استرليني فاصل أربعة هذا وتوقع محللون اقتصاديون أن يتراجع مستوى الدين المحلي والاقتراض بشكل عام في بريطانيا مع إلغاء الحكومة لدعم الطاقة تدريجيا ابتداء من أفريل المقبل إلى جديد أسواق النفط أقول التي أظهرت بعض التراجع في تدولات اليوم ليسجل برميل خام برانت القياسي انخفاضا قدر بصفر فاصل سفر ستة من المئة محققا ستة وثمانين دولارا وصفر سبعة سنة للبرميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي هو الآخر شهد تراجعا طفيفا بلغ صفرا فاصل خمسة من المئة إلى مستوى تسعة وسبعين دولارا وثلاثة وسبعين سنة للبرميل أسعار الذهب هي الأخرى عرفت تراجعا وذلك تزامنا مع الارتفاع المفاجئ لمؤشر الدولارا الأمريكية فيما تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية قبل صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي غدا والذي سيؤثر على أسعار الذهب في البورصة هذا وإن خفضت العقود الفورية للذهب بصفر فاصل سبعة من المئة لتسجل ألفا وتسعمائة وخمسة وعشرين دولارا وخمسة وستين سنة للأوقية قيمة العقود الآجلة للذهب بدورها عرفت تراجعا بنسبة صفر فاصل ستة من المئة إلى مستوى ألف وتسعمائة وأربعين دولارا للأوقية ختام اقتصاد اليوم بصرف بعض العمولات الأجنبية مقابل الدنار الجزائرية ختم الاقتصاد شكرا على المتابعة والعودة إليك أميرة شكرا لك ماسينيا